المتمردون الحوثيون اليوم في اليمن مسؤولياتهم عن إسقاط طائرة حربية مغربية من طراز F-16 تابعة لتحالف عاصفة الحزم أكد مسؤولان تابعان لجماعة الحوثي من وزارة الدفاع اليمنية إسقاط المقاتلة دون الإفصاح عن مصير طاقمها كان الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية الموالية للحوثيين في صنعاء قد أعلن الموافقة على مقترح الهدن الإنسانية التي اقترحتها المملكة العربية السعودية ومن المقرر أن تبدأ الثلاثاء المقبل اشتركوا في القناة